تتمتع منصة تيك توك التي تعد منصة لمقاطع الفيديو الشخصية القصيرة بمهارة عالية في اجتذاب المستخدمين صغار السن في مقاطع الفيديو المتتابعة التي لا نهاية لها ومثل وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة تطبيق تيك توك التواصل مع الأشخاص الذين نعرفهم لكن هذا جزء لا أهمية له بالنسبة للتطبيق ويكمن السبب حول تحول تيك توك إلى ظاهرة عالمية في السلسلة اللامتناهية من مقاطع الفيديو التي ترد إليك من أشخاص لا تعرفهم تحت أيقونة من أجلك أو فوريو وفي هذه الأيقونة تحديدا تظهر خوارزميات تيك توك أو تظهر الجبارة مقاطع فيديو من ملايين المستخدمين مخصصة للأشخاص وفق طابعهم الشخصي ويبرز صعود تيك توك تطورا هاما وهو تأثير الصين المتزايد في تكنولوجيا المستهلك خارج حدودها ومع ذلك فقد جاء نجاح التطبيق أيضا في الوقت الذي شرعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حرب تجارية ركزت فيها الأعمال العدائية غالبا على عمالقة التقنية في الصين وبراعة التقنية المتقدمة في الصين أيضا ومخاوف مجرد ولكن عميقة حول ما يمكن أن يفعله الحزب الشيوعي الصيني بالسلطة التي يتمتع بها على شركات التقنية لقد كانت السنة الماضية سنة عظيمة بالنسبة لتطبيق تيك توك في هذه السنة حمل تطبيق أكثر من 700 مليون مرة وبدأ الآن استكشاف كيفية الاستفادة من هذه الشعبية ولكن التطبيق ربما يواجه هذا العام أكبر تحدي يواجهه أي شركة أو شركة تقنية صينية قط وهي إثبات نفسها للحكومة الأمريكية وفي الصين يتنافس تطبيق تيك توك مع تطبيقات صينية أخرى في مجال الفيديوهات القصيرة وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض التطبيق لمنافسة مجموعة دولية من التطبيقات التي تقلد فكرته ومع ذلك تثبت التجربة أن تطبيق تيك توك ينافس الجميع اعتمادا على الموقع الجغرافي والجمهور المستهدف خبراء الصحة حذروا من موقع الفيديوهات القصير تيك توك وذلك لأنه يشجع على اتباع العادات الكثير من العادات أو عادات الأكل السيئة التي قد تسبب في مرض عدد كبير من المستخدمين في المستقبل أدى استمرار شعبية تطبيق تيك توك في النمو بشكل مهول إلى دفع شركات مواقع التواصل الاجتماعي نحو إبداء اهتمام كبير بتطبيقات الفيديوهات القصيرة مؤكدين أن عدد مستخدمي موقع تيك توك الذي تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و24 عاماً يبلغ 800 مليون مستخدم حول العالم أي بنسبة تصل إلى 41% الأمر الذي يشكل خطراً على هؤلاء المستخدمين بسبب صغر سنهم بحسب تقرير لقناة بي بي سي فإن مستخدمي التطبيق يروجون لعدد كبير من مقاطع الفيديو التي تشجع المستخدمين الآخرين على استخدام أنظمة صحية لا تخضع لإشراف الطبيب وأوضح التقرير أن مقاطع الفيديو هذه كانت شائعة جداً لدى المشاهدين وأولئك الذين تعاونوا معهم لأن الخبراء اعتبروها ترويجاً يهدفوا إلى تدمير صحة هؤلاء المستخدمين لافتاً إلى أن معظم مستخدمي تطبيق تيك توك هم من المراهقين والأطفال الذين يتصفحون باستمرار أفلاماً متعددة لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين ما يجبرهم على الحفاظ على عادات غذائية خطيرة تؤدي إلى أمراض مثل فقدان الشهية العصبي أو الشرح المرضي من جهتهم قال مسؤول تيك توك أن الموقع أزال العديد من مقاطع الفيديو التي تروج لهذه العادات الضارة وأشاروا إلى أن الموقع يسمح للمستخدمين بفرض قيود على المحتوى الذين يريدون مشاهدته هناك العديد من التحذيرات الأخرى حول الأمن المعلوماتي ووجود ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق تيك توك الشهير حيث يمكن للتطبيق أن يسمح للمخترقين والقراصنة الإلكترونيين بالتحكم في حسابات المستخدمين والوصول إلى العديد من المعلومات الشخصية الحساسة ويهدد التطبيق الصيني عرش سيطرة تطبيقات أخرى مثل إنستجرام بعد ظهور العديد من التكهنات حول إضافات جديدة إلى التطبيق مثل إضافة خصية نشر الصور وغيرها من الخصائص ما هي مخاطر تطبيق تيك توك أمنياً؟ اكتشف خبراء الأمن المعلوماتي وجود ثغرات أمنية شديدة الوضوح تمثل وسيلة سهلة للمجرمين للوصول إلى العنوين الخاصة ورسائل البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد المسجلة بقسم المعلومات الشخصية بحسابات المستخدمين وكذلك تحميل مقاطع فيديو رغماً عن صاحب الحساب وحذف مقاطع فيديو المستخدمين وتحويل درجة خصوصية مقاطع الفيديو من خاص إلى عام كما عثر الخبراء الأمنيون على نقاط الضعف أكواد البرمجة بالجهة الخلفية للبرنامج وهي تتيح للقراصنة أيضاً اختراق نظام الرسائل النصية القصيرة الذي يجرى استخدامه لإرسال كود أو رمز خاص إلى المستخدم أثناء عملية إنشاء حساب بالبرنامج للمرة الأولى أو عند إعادة تثبيت التطبيق بعد مسحه من على الهاتف الذكي ومحاولة تسجيل الدخول على الحساب وعليه يمكن للمخترق انتهاك هذا النظام وإرسال رسالة نصية مخادعة إلى المستخدم تحتوي على رابط إلكتروني مزيف وعندما يضغط المستخدم على ذلك الرابط أيضاً ممكن أن يصل إلى معلومات أخرى كيف تحمي نفسك من الاختراق؟ يجب على مستخدمي تطبيق تيك توك لحماية أنفسهم من الاختراق والهكر تحديد تطبيقاتهم بشكل دائم جرائم التجسس التي تورط فيها التطبيق السني عديدة ففي وقت سابق من العام الماضي والجاري عندما تم الكشف عن تطبيق تيك توك للمرة الأولى أقرب باحثون في قطاع الأمن الإلكتروني أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما قد يفعله التطبيق ببيانات المستخدم خصوصاً من ناحية إساءة الاستخدام عبر مزيج من التطبيقات الأخرى لكن القضية الحالية جعلت الموقف مختلفاً تماماً إذ تجبر التحديثات الجديدة التي نفذتها أبل التطبيق الصيني على إجراء التغييرات المطلوبة لمنعه من مواصلة التجسس على الملايين وتتمتع شركات التكنولوجيا الصينية بسمعة سيئة في معدلات الأمان وتناول العديد من خبراء التكنولوجيا خطورة تطبيقات وتكنولوجيا الاتصال الصينية إذ أن الشركات الصينية تثبت تورطها في تمرير بيانات المستخدمين إلى جهات حكومية وهو ما يمثل أحد أكثر المخاوف الغربية من تكنولوجيا الشركات الصينية خاصة شركة هواوي التي تتهمها واشنطن بالعمل مع الجيش الصيني وإضافة إلى تطبيق تيك توك السجل الصيني حافل بعمليات التجسس إذ أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى المتهمة بالتجسس أيضا من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة كما ذكرنا هواوي وشركة الصينية أيضا لصناعة كاميرات المراقبة التي يملكها الجيش الصيني أيضا ويقول خبراء التكنولوجيا الصينية الناشئة فإن علاقة بكين بتطبيق تيك توك يمكن أن تسمح للصين بتعزيز أجندتها السياسية على نحو غير ملحوظ في الخارج وبينما يصر تطبيق تيك توك على أنه خال من التأثير السياسي الصيني لم يقتنع الكثير من المراقبين بذلك ترجمة نانسي قنقر